أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافقة السادس والعشرين من يناير الفين وثلاثة وعشرين إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعملين في الوزرات والمصارح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاصة يأتي هذا القرار بمناسبة عيد ثورة الخامس والعشرين من يناير وعيد الشرطة وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافقة الخامس والعشرين من يناير الفين وثلاثة وعشرين